بعد تجميعها من معاصر الزيتون بإقليم تونات رحلة هذه الشاحنة المحملة بمادة المرج تتواصل من أجل معالجتها بنقلها لهذه المحطة في تيسا بغية تجفيفها في أحواض مخصصة لذلك هي مر من معالجة قبلية لإزالة الشوائب وإزالة دهون لتحسيس مرضوضية التجفيف وبعد ذلك عبر قنوات يتم تفريغه في أحواض التجفيف النفايات التي تفرزها الوحدات الإنتاجية لزيت الزيتون تشكل مصدرا ملوثا للمجال البيئي والموارد المائية نتيجة تصريف مخلفاتها بطرق عشوائية ودون احترام الضوابط القانونية لأجل ذلك أحدثت محطات لمعالجة مادة المرج تم إحداث محطتين لمعالجة وتبخر مادة المرج بكل من دائرتي قرية ابا محمد وتيسة من طرف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس بتمويل من وزارة الداخلية غلاف المحطتين المالي يقدر بأكثر من خمسمائة مليون درهم فتونات من أهم الأقاليم المنتجة للزيتون حيث تغطي المساحة المغروسة بحوالي مائة وخمسين ألف هكتار ولتثمين هذا المنتوج أنشئت ثمانون وحدة عصرية وشبه عصرية رخص لجلها قبل صدور القوانين المنظمة للمجال البيئي